أبو الميسور الحال غليظ القلب له ابنتان الكبرى اقترب عمرها من الثلاثين عاما وظلت ترفض كل من يتقدم لخطبتها بسبب غرورها وتعاليها أما الصغرى فبعد أن تخطط العشرين بعامين تزوجت شابا على خلق ودين وهذا ما أشعل النار في قلب أختها الكبرى والتي قررت إفساد حياة أختها الزوجية بسبب غيرتها وحقدها عليها فكلما سألتها أختها الصغرى عن رأيها في مشكلة ما بينها وبين زوجها وأسرته ادعت حبها الكبير لها ونصحتها بالتعالي والتكبر على الزوج وأهله وحولت حياة أختها السعيدة إلى جحيم مما جعل الزوج بعد عامين من تحمل إهانتها له هو وأسرته أن يرسلها إلى بيت أهلها ومعها طفله وعمره عام وهذا ما جعل الأب يعاملها أسوأ معاملة بعدما تأكد من سوء تعاملها مع زوجها وأهله وعندما تأكدت الأخت الصغرى أن أختها هي سبب كل ما حدث لها قالت لها بغضب لقد دمرت حياتي بنصيحتك لي بالتكبر والتعالي على زوجي وأهله وعدم التواضع معهم ولم تذكرين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد لم تهتم الأخت الكبرى بكلام أختها وبعد أيام تزوجت من شاب ثري ويشاء رب العالمين أن يعاملها هذا الزوج أسوأ معاملة هو وأهله بسبب غرورها وكثيرا ما طردها زوجها من بيته ولكنها كلما تذكرت قسوة أبيها اعتذرت لزوجها وتحملت إساءته ورغم ذلك تم الطلاق وعادت لبيت أبيها وحزنت كثيرا عندما علمت أن زوج أختها قد أعادها لبيته واعتذل لها معدما علم أن ما حدث منها كان بسبب نصائح الأخت الكبرى التي لم تكن على قدر المسؤولية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين استوقف رجل فقير وشبه عاجز سائق تكسي وقال له بصوت ضعيف هل تسمح بتوصيل إلى بيتي بجانب الجبل وليس معي ما أعطيك من نقود ابتسم سائق التكسي وقال للرجل اصعد ولا تشغل بالك بأجرتي أوصله سائق التكسي حتى بيته وعندما نزل الرجل أقبل عليه أولاده الصغار وسألوه أجئتنا بالخبز يا أبتي فقال لهم في حزن لا والله ما جئت لكم بالخبز فقد استحييت من السائق أن أطيل عليه المسافة والوقت دون أجر أو مقابل سمع السائق هذا الرد من الأب المسكين فأراد أن يكمل معروفه فنزل أسفل الجبل واشترى خمسة أكياس خبز وذهب إليه وأعطاه إياها شاهد السائق أولاد الرجل الفقير التهموا نصف الخبز في دقائق من شدة جوعهم وفقرهم فحاول أن يخفي دموعه ونزل بسيارته من الجبل إلى المدينة يسعى في كسب رزقه ويبحث عن راكب جديد فاستوقفه سائح وقال له أوصلني إلى المطار فأخذه السائق إلى المطار وهناك أعطاه السائح ألفي جنيه والتسعيرة الاعتيادية لهذه الرحلة خمسمائة جنيه فقط وهو في المطار جاءه سائح آخر طلب منه أن يوصله إلى فندق شهير وأعطاه مئة دولار فاشترى السائق ما لذ وطاب من الفواكه والحلويات واللحوم ووضع كل هذه الأشياء داخل سيارته كي يذهب بها إلى الرجل الفقير وأسرته بالجبل لأنه تأكد تماما أن الله رزقه كل هذا الرزق بسبب خدمته لهذا الرجل التي كانت خالصة لوجه الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون إلا أن أحد الأصدقاء التقى به أمام بائع اللحوم وأصر أن يذهب معه إلى بيته ليشاركه في وليمة أعدها بمناسبة خير أتاه فذهب معه ولبى دعوته فوجد إصرافا كثيرا ومباهاتا بأنواع الأطعمة وبعد العشاء بقي صنف من الطعام بأكمله لم يمسسه أحد فاحتاروا أين يذهبون به فقال السائق أنا آخذه وبعد أن ودع السائق صاحب الوليمة ذهب إلى أسرة الرجل الفقير وأعطاه كل ما اشتراه وما حصل عليه من الوليمة فكاد الرجل أن يبكي فرحا مما يحدث له وقبل أن ينصرف السائق سمع صوت الأطفال الصغار من خلف الباب تصيح بأعلى صوتها وكأنها رأت شيئا عظيمة لحم وفاكهة وحلوى فسقطت دمعة من عينه وهو يتقطع من الألم داعيا لأهل هذا البيت ولغيره أن يرحمهم الله وأن يلطف بهم وأن لا يؤخذنا الله بتقصيرنا تجاههم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكِّرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون شاب ثري على خلق ودين تعود على فعل الخير مع من يعرف ومن لا يعرف دائما تسبقه ابتسامته ولا ينطق لسانه إلا بالطيب من الكلام تقدم لخطة فتاة لم يخبرها بثرائه فقوبل من أهلها بعدم اهتمام وصل في بعض الأحيان لدرجة السخرية بسبب طيبته الزائدة والتحدث بألفاظ راقية والرد بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولإصرار الفتاة عليه واقتناعها به تمت الخطوبة واتفق الشاب على زيارة أهل الفتاة مرة في الأسبوع والجلوس بينهم على أن يتم عقد قرانه بعد شهر من الخطوبة كان الشاب كريما جدا مع الفتاة وأهلها حيث كان في كل أسبوع يحمل الكثير من الهدايا القيمة للفتاة وأهلها ومع ذلك لم يلقى من أهل الفتاة حسن استقبال أو معاملة مما جعل الفتاة تقول لأهلها في حزن وبعيدا عن خطيبها لن أطلب منكم سوى ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجد ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه والقائل أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس لم يهتم أحد من الأهل بكلامها وظل الشاب متمسكا بحسن خلقه ومعاملة الجميع بود وتذكيرهم ببعض التعاليم الإسلامية حتى تمت خطوبة أخت خطيبته وشاهد بعينيه مدى الحفاوة وحسن الاستقبال لهذا الخاطب الذي لا يأتي لهم بأي هدايا ولا يعرف سوى النكات والخوض في أعراض الناس والسخرية من الجميع حتى يحظى بضحكات أهل خطيبته فحزن كثيرا ولكنه لم يبدي هذا الإحساس لأحد حتى تم الزواج وبعد مرور الشهر على الزواج لم يذهب أحد من أهل الفتاة لزيارتها والاطمئنان عليها فحزنت كثيرا وطلبت من زوجها الذهاب معه إلى أهلها للاطمئنان عليهم فحمل الزوج كعادته الكثير من الهدايا لأهل زوجته وهناك وجد خطيب أخت زوجته في حفل نكات وأهل زوجته غارقون في الضحك ولم يشعروا بقدومه وزوجته فقرر الزوجان مغادرة المكان ولكن والد الفتاة نادى عليهما قبل الخروج وقال لابنته إن الخير يأتي مع أهل الخير لقد قرر خطيب أختك إدخالنا في مشروع كبير سيجعلنا من الأثرياء ابتسم الزوجان ثم غادر المكان وعندما شعرت الزوجة بحزن زوجها اعتذرت له وأخبرته بأنها قررت عدم زيارة أهلها نهائيا فابتسم وقال لها وهل تعتقدين أني سأوافق على قطيعة الرحم؟ إنما يحزنني شيء آخر فقد سألت عن خطيب أختك وعرفت أنه للأسف كان موظفا مرتشيا وفوصل من وظيفته وقد نصب على كثير من الناس وأخشى أن يكون والدك ضحيته الجديدة وإذا أخبرته بذلك لن يصدقني وربما اتهمني بالحقل عليه ولكن عليك أنت تحذيره بطريقة اللابقة اتصلت الزوجة بوالدها وحذرته من خطيب أختها فضحك وأغلق الهاتف وبعد شهر واحد فوجئ الزوجان بأهل زوجته يأتون جميعا يبكون ويطلبون من الزوجين إنقاذهم حيث أن خطيب أختها أخذ مدخراتهم ومنذ ثلاثة أسابيع لا يرد على اتصالاتهم وعندما ذهبوا إلى شقته علموا بأنه تركها منذ فترة وأنها كانت مفروشة ولا أحد يعرف مكانه حتى الآن وقال الأب لابنته نعتذر جميعا لزوجك على سوء معاملتنا له رغم كرمه وحبه لنا لقد علمنا الفرق بين الكريم واللئيم ولكن بعد فوات الأوان ابتسم الزوج وطمأن أسرة زوجته ثم أعطاهم المبلغ الذي أخذ منهم ووعدهم بأنه سيبحث عن هذا المحتال ويقدمه للعدالة وطلب منهم تغيير سلوك حياتهم وارتباطهم بالله والالتزام بطاعته حتى يرضى عنهم ويبدل عسرهم يسرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم